إلى أسواق المال حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعملات حيث ارتفع رأس المال السوقية بنحو 16 مليار ومائتي مليون جنيه ليغلق عند مستوى 694 مليار ونصف المليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 72.1% ليغلق عند مستوى 10705 نقاط وأيضا مؤشر EGX70 ارتفع بنسبة 33.100% ليغلق عند مستوى 1873 نقطة الارتفاعات طالت أيضا مؤشر EGX100 والذي ارتفع بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة نتحول إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 15 جنيه و65 قرشا شراء و15 جنيه و78 قرشا للبيع اليورو سجل 17 جنيه و23 قرشا شراء و17 جنيه و38 قرشا للبيع في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 20 جنيه ونصف الجنيه للشراء و20 جنيه و67 قرشا للبيع وأما عن العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي اليوم 4 جنيه و26 قرشا شراء و4 جنيه و30 قرشا للبيع الريال السعودية 4 جنيه و17 قرشا شراء و4 جنيه و21 قرشا للبيع نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة والتي واصل فيها الذهب العالمي انقفاض مسجلا 1921 دولارا للأقية أما على الصعيد المحلي فقد سجل الدهب عيار 18 نحو 757 جنيه عيار 21 883 جنيه عيار 24 ألف وثماني جنيهات في حين وصل الجنيه الذهب إلى 7644 جنيه أمودموك أمودموك